سيادة الرئيس المبارح كان عنده رسائل يمكن تكون متتابعة ومرتبطة ببعضها سيادة الرئيس المبارح تكلم عن الحدود الجغرافية الثبتة للدولة المصرية وتكلم عن المنهجية المصرية إنها عمرها مكانة دولة غازية ولكن هي دولة بتحافظ دايما على حدودها وعلى السيادة المصرية دائما وأبدا نتكلم في نفس الوقت كمان سيادة الرئيس عن أهمية ثبات إخوانا في فلسطين وأهمية ثباتهم وصمودهم للحفاظ على القضايا الفلسطينية بدعم من مصر تكلام مهم جدا أولا الفاشيست الإسرائيليين بيطلعوا تصريحات شوفنا للأسف في بعض المنصات المحسوبة التي تروج لهذا الأمر المنصات المعادية وهنجي للنقطة دي لأن الرئيس نبه لفكرة الوعي ده المنصات اللي بتروج الرؤية الإسرائيلية اللي هو الفلسطينيين يروحوا مصر يروحوا غزة الضغط على الفلسطينيين من الضفة يروحوا لأردن والحياة مصر والأردن من الدول المهتمة جدا والملاصقة واللي بتتحمل مسؤولية حقية والمستهدفتان بالشائعات الحقيقة والعدوان وغير الكلام فمنصات بتروج هذه الرؤية الفاشية العنصرية اللي بتقوم على التصفية والرئيس كان واضح جدا في هذا الأمر الحقيقة مش أول مرة إنه أي ممحكات أو حلول أو ادعاءات لتصفية القتال الفلسطينيين مرفوضة أولا الفلسطينيين أكتر ناس بيرفضوه على مدى أكتر من 70 سنة رفضوه وفشلت احتلال في إنه يصف القدر الفلسطيني وإنه ما يتم الحديث عنه هذي خطط قديمة بالمناسبة مخططات بقالها سنين ونضغط عليهم فيروحوا غزة أو يروحوا الأردن ونصف الأدام مش هيحصل ومصر واضحة جدا في هذا الأمر وأظن زي ما أنا قلت في البداية المكان اللي انطلقت منه التصريحات واضح جدا إنه مصر بتمتلك قوة وعندنا تجربة بنحتفل 50 سنة أظن إنه باعتراف جلد مقير وباعتراف قيادات إسرائيل إنه الهزيمة القوية جدا لي جيش اتفاع الإسرائيلي فدي نقطة محسومة ويمكن أن تتكرر أظن ده محدش بيادوا طبعا للحرب بالعكس الرئيس من هذا المكان ومن استعراض هذه القوة الشاملة للدولة المصرية بيقول إحنا السلام لإن إحنا اللي حاربنا وانتصرنا وعارفين السلام هذه نقطة مهمة نقطة التانية والضرورية جدا في هذا الأمر هو إنه يجب وقف هذا العدوان بسرعة لأنه فيه دمار شامل وإنه مصر بقوتها وبالثقة الإقليمية والدولية بالتصالات وغيره من المهم إنه هو تستخدم قوتها لإنه تتواصل مع كافة الأطراف لوقف هذه الحرب ودي نقطة مهمة قوي لأنه الرئيس بتكلم على قوات مسلحة وقوة رشيدة تحمي ولا تهدد عندنا مثالين عندنا الخطوط الحمراء في الغرب اللي حددتها للقوات المسلحة حددتها مصر وتم تطبيقها وتراجع ونفس هذه القوة التي غاست الأشقاء في ليبيا عملت الطائرات راحت بعد الإعصار وقدمت كل المساعدات أظن ده واضح واضح إن هذه القوة قوة عربية حقيقية وده برضو نقطة مهمة ده إن الرئيس يتحدث على إنه في قمة جدة الأخيرة قال إنه إحنا لا يجب أن نترك أنفسنا نهبا لتدخلات خارجية ولنفوض لازم يكون في موقف عربي صحيح العرب وكان فيه رمزية اللي أنا ضربت بها مثلا من شوية اللي هو أعلام الدول العربية الدول العربية مما تضمنت في 73 استطاعت أن تنجح تستطيع الدول العربية من النهاردة اللي لديها تموحات في التنمية وفي الاستقرار وإن تنتهي هذه القضية بالحل الحقيقي والنهائي لازم بفيه موقف عربي واضح إنه العمل الجماعي هو الذي يعطي كل دولة عربية قيمتها دول عربية كبيرة ومصر بتتواصل مع كل الدول العربية وتؤكد ده إنه لازم بفيه موقف من الجامعة العربية ومن القمة العربية النهاردة فيه مصر فيه إمارات العربية المتحدة فيه المملكة العربية السعودية فيه الدول المغرب العربي فيه العراق فيه الأردن وكل هذه الدول الحقيقة موقفها واضحة في هذا الأمر كمان الحقيقة بناء موقف عربي دايما رئيسي يتحدث هذا نعمل معا وإنه العرب يكونوا فعلي مش رضي فعلي وبالمناسبة رؤية مصر السابقة منذ سنوات الرئيس كان يقول أننا لا يجب أن ننتظر أنه العالم مشغول بصراعاته يعني الولايات المتحدة النهاردة لم تعد الدولة القادرة على التدخل النهاردة فشلت وفشل النظام الدولي في وقف الحرب في أوكرانيا وما يزال هناك انحازات وازدواجية واضحة فيه ازدواجية ضد الفلسطينيين معايير مزدوجة جدا فيه ناس في الغرب في الاتحاد الأوروبي أو في أوروبا صحيح تراجعوا بسألوا ممنع عليهم حضرتك سؤال أين حقوق الإنسان مما يحدث في غسل ده المشكلة ممكن التظاهر لدعم إسرائيل الاحتلال اللي بيدربه اللي بيموته الأطفال الستين في المية من الضحايا الأطفال لكن بيعتقلوا أي حد التظاهر من أجل الحقوق الفلسطينية والعرب فالنقطة دي اتحاد الأوروبا موقفها عائم جدا وموقفها أولا هم نفسهم اللي برضو مش وراء الولايات المتحدة في هذه الحرب وبيدن بيقود العالم إلى حرب أخرى والصدام فيه عجز واضح جدا نفس الأمر فيه حاملة الطائرات تروح انت رايح تضرب ناس أصلا هم بيتم تصفيتهم بشكل عنصري والاحتلال مهما كان الخلاف في هذا الأمر لكن خلينا نقول نرجع لمصر تاني الرئيسة في يوليو اللي فاتة ما استضافنا الجلسات كثيرة جدا على مدى السنوات للمصالحة الفلسطينية خلينا نقول انه ربما تكون ميزة هذا الاحتلال العنصري الذي توحد ونتينياهو دعا المعارضين إلى أنهم يلتموا طب انت النهاردة فيه خطر هل يجب الاستماع إلى صوت مصر وصوت العقل ومصالحة بين الفصائل وكان فيه تصريحات الحقيقة إيجابية من الفصائل في يوليو اللي فاتة دينه طب في غاية الأهمية يعني احنا بنتكلم رؤى مصر ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات اللي فاتت كلها كانت تتوقع هذا الأمر وتتوقع الانفجار أستاذ أكرب حذر منه نعم